اشتركوا في القناة وذلك بحضور مع الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون والذي عقد أمس في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض وبحث وزراء الخارجية خلال اللقاء مسار العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحفظ مصالح الجانبين ويعزز من أواصر التعاون والتنسيق المشترك تجاه مختلف التحديات التي تواجه دول المنطقة حيث تم التأكيد على أهمية توحيد المواقف وزيادة التنسيق المشترك بين الجانبين والعمل على مواصلة التعاون مع مختلف الدول الإقليمية والدولية وفي كافة المحافل الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام والنماء والازدهار لصالح جميع الشعوب المنطقة بدوره أكد معالي السيد سامح شكري أن أمن الخليج العربي وبلدانها الشقيقة جزءا لا يتجزأ من أمن جمهورية مصر العربية منوها بضرورة تكثيف التنسيق بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة إزاء التحديات غير المسبوقة في المنطقة والعالم تحقيقا لتطلعات وأهداف شعوبهم في التنمية والرخاء معربا معالي عن ثقته التامة بنجاح القمة الخليجية التي ستعقد في مدينة الرياض ترجمة نانسي قنقر